في لقاء عقدة في قاعة كاتدرية البشارة العبدالي رحب قدس الأب أليكساندروس مخامري رئيس قسم الفنون الكنسية في مطرنية الروم الأرثوذكس بصلاب مدرسة بسالتريون المنتسبين لدورة الترتيل الجديدة ابتدأ اللقاء الذي حضره الأب بندلايمون والأب إيرينيوس دنات بصلاة تقديس الماء وتبريك الطلاب الجدد والقدامى وهنأهم بتجاوز مرحلة القبول وتحدثا عن نعمة الروح القدس التي جمعتهم معا من أجل كلمة المسيح وخلال اللقاء تكلم الأستاذ شكري خوري عن أهمية الترتيل والحاجة الماسة لنشر مرتلين في جميع كنائسنا ليستمروا في رسالة الترتيل ونهج المرتلين الذين خدموا ولا زالوا يخدمون بمنتهى المسئولية والالتزام واختتم اللقاء بتوزيع الشهادات على الطلبة الذين شاركوا في الدورة التأسيسية السابقة وانتعى اللقاء الذي أخذت فيه الصور التذكرية للمشاركين بقلوب مليئة بالبهجة الروحية وفرح نشر رسالة الترتيل